اهلا بحضراتكم متابعين الكرام في حلقات جديدة من برنامج استراحة برغم من ان الاتراك والسوريين امة واحدة الا اننا نشهد محاولات لاحداث وقيعة وفتنة بين الاتراك والسوريين ادعات بطلة ومزيفة بان السوريين هم سبب البطلة داخل اراضي التركية وان السوريين نهبوا واخذوا اموال الاتراك ولكن الارقام الاقتصادية تكشف حقيقة تلك الادعاءات وهذا ما سنناقشه مع الدكتور علاء السيدة الخبيرة الاقتصادية اهلا بحضرتك دكتور علاء مشرفنا ونورنا اهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين الله يبارك فيك رب ويعزك دايما الله يبارك في عمرك بداية كيف ترى محاولات احداث وقيعة وفتنة بين الاتراك والسوريين برغم من حرص حكومة العدالة والتنمية ورئيس تركي رجب طيبو اردوغان على احتضان ما وصفهم بالاشقاء السوريين خلال تلك المحنة التي يمر بها هؤلاء اللاجئين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله انا الحقيقة متحفظ على الحديث عن الشعب المسلم الواحد الموجود على الاراضي التركية اللي فيه منهم جزء من الاتراك من اعراق مختلفة وجزء من سوريا ومن دول اخرى من اليمن ومن العراق ومن افغانستان ومن الهند ومن باكستان يعني هذا كله شعب واحد اما فيما يتعلق بالاتراك والسوريين على وجه الخصوص فهم شعب واحد حقيقة يعني هو يعني فيش حاجة اسمها شعب سوري وشعب تركي هذه بدعة ظهرت في حوالي 10-15 عقد اللي فاتوا لو نرجع للتاريخ هنلاقي مؤسس الدولة العثمانية جده مدفون ضريحه موجود في سوريا يعني المسألة الاراضي السورية كانت جزء من الخلافة العثمانية وحتى جينيا اهل حلب واهل سوريا من يعني لهم نفس الجينات التي للاتراك فهم شعب واحد حقيقة وهناك نسب ومصاهرة وكذا من على الحدود المشتركة ويتحدثون حتى ربما اللهجة متقاربة فالفصل بين الشعب السوري والشعب التركي محاولة دنيئة صهيونية امريكية غربية للأسف الشديد يحركها بعض من غسلت أدمغتهم من المعارضة التركية الذين يوالون الغرب للأسف ويريدون التأخر بتركيا إلى الوراء وعدم اعطاها الفرصة للقفز من المرتبة الثلاثاشر اقتصاديا التي تحتلها الآن عالميا إلى المرتبة العاشرة التي يتوقع أن تصل إليها في عشرين تلاتة وعشرين بإذن الله وإلى المرتبة الخامسة التي يطمح الأتراك للوصول إليها وفقا للتقديرات الاقتصادية الدولية في عشرين تلاتين يعني ترتيب الدول اقتصاديا في عشرين تلاتين بعد ثمان سنين يعني نقدر نقول بعد ثمانة أيام لأنه السنة دلوقتي ما بقاش فيها بركة أوي يعني فثمان سنين ده بعد بكر هيبقى القوى الاقتصادية الأكبر هي الصين ثم تليها الهند ثم تليها في المرتبة الثالثة الولايات المتحدة يعني معناها الولايات المتحدة سوف تتأخر وتتقهقر إلى المرتبة الثالثة ثم ستكون اندونيسيا في المرتبة الرابعة وتركيا في المرتبة الخامسة هذا الحقيقة الترتيب المتوقع بعد أقل من عقد من الزمان له أسباب وهذه الأسباب تكمن في القوة البشرية وقوة الشباب اللي موجودين على الأرض التركية وأيضا نستطيع أن نقول بملء فمنا أن المهاجرين اللي موجودين على الأرض التركية وخاصة يعني على رأسهم الجالية السورية لهم يد طولة في مساعدة الاقتصاد التركي ومساعدة الشعب التركي ومساعدة الحكومة التركية في دفع الاقتصاد خلال العقد الماضي إلى أن نوصل إلى الحالة التي هو عليها الآن والمرتبة الثلاثة لو لا وجود نحو سبعمائة وخمسين ألف عامل سوري يعملون في أدنى المهن التي لا يعني يرغب فيها المواطن التركي في العمل فيها ويعملون بأقل من ربع أو نصف الأجر الذي يتقضى المهني التركي ويعملون نحو 12 ساعة حد أدنى حتى 16 ساعة في اليوم المواطن التركي أو العامل التركي لا يستطيع العمل بهذا الإسلوب لأسباب ليست يعني مش يعني بدنيا هو أقل ولا كده لا هو مستقر اجتماعيا له أسرة وله مجتمع وله التزامات اجتماعية نحو الجد والجدة والعم والخالة وهو في بلده هذا الاستقرار يتطلب منه تفريغ نفسه بعض الوقت حتى يؤدي ما عليه من واجبات تجاه جيرانه وتجاه أقربه وهذا الأمر ليس موجودا بالنسبة للعمال السورية بالفترة العمل من 12 ل16 ساعة تلك يعني مناثية لقوانين العمل الدولية نعم نعم فعلا هذا الحقيقة أنا طبعا أهيب بالحكومة التركية يعني ضبط المناخ الذي يعمل فيه إخواننا السوريين اللي ما بيشتغلش من 750 ألف أو 800 ألف اللي بيشتغلوا فعلا في سوق العمل إلا نحو 35 ألف أقل من 40 ألف سوري وفقا للنظام العمل يعني في 35 ألف فقط ليهم إذن عمل وكل هذا الباقي بيعمل بدون ضمان اجتماعي بدون حماية يعني صحية ولا اجتماعية ملوش لمعاش ولا لو أي حاجة وبيعمل تحت الحد الأدنى للأجور الذي تفرضه الدولة طبعا القطاع الصناعي بيجد في ذلك فرصة ذهبية لا تتكرر ولن تتكرر في الاقتصاد التركي إنه يبقى موجود عدد من العمالة بهذا الرقم 750 ألف قلنا منهم 35 ألف النظاميين وبياخدوا الحد الأدنى وكل حاجة يعني فيه أكتر من 700 ألف بيعملوا في الغالب وظائف مهنية لا يرغب فيها الأتراك وأيضا درجال الأعمال الأتراك صرحوا عدة مرات إنه لما بنيجي نعمل إعلانات علشان نطلب مهنيين محدش بيجي لنا لكن لما بنطلب مهندس بيجي لنا ألف تركي عايز يشتغل الحاصلين أو الحاصلون على شهادات عليا في المجتمع الاقتصادي التركي من المواطنين الأتراك زاد عددهم جدا فأصبح هناك المهندس والطبيب والمحاسب وكذا فالمهنيين بقى عددهم قليل النهاردة فيه خطة للدولة التركية لنشر مدارس مهنية والاهتمام بهذا وأصرح الرئيس إردوغال مؤخرا إنه عايز يستقطب مليون شاب بتركي لإدخالهم في المدارس المهنية يبقى إحنا بنتكلم عن إيه بقى كده عشان بس أرد على المعارضة التركية بنتكلم عن جاب عن فجوة عن في مليون وظيفة مطلوبة لمهنيين مش لقي حد يشتغلها وعندي 750 ألف مواطن سوري موجودين على الأرض التركية بيشغلوا هذه الثغرة وبيشتغلوا شغل المليون لأنهم بيشتغلوا من 12 ل 16 ساعة فالعدد ده لو حزب الشعب الجمهوري لا قدر الله نفذ اللي هو طبعا ما يقض على فكرة بالمناسبة حتى لو حكم تركيا لن يطرد السوريين لأنه طرد السوريين معناه انهيار الاقتصاد التركي طرد السوريين يعني انهيار الاقتصاد التركي وتوقف الصناعة المصارة مش هتلاقي عمال بأنه العمالة السورية إذا ما تم طردها فإنه الاقتصاد التركي سننهار بقى ما فهاش كلام مش هلاقي حد يعمل لي الأميص والبدلة والملابس بالسعر المنافس في الأسواق العالمية مش هقدر نافذ بنجلاديش مش هقدر نافذ الصين في الأسعار ومش هقدر أزود الصادرات من الجنود ومش هقدر أزود مش هفضل في المرتبة الأولى زراعيا على أوروبا القوى الزراعية دي كلها معظمها من السوريين يعني القوى العاملة في قطاع الزراعة معظمها من السوريين القوى العاملة في المهن الأدنى في القطاع الصناعي معظمها من السوريين ولديهم خبرات وكان لديهم أيضا تجارب الصادية وتصدير للمنتجات لدول أوروبية وحب للعمل آه إحنا طبعا بنتكلم أنه مسألة التصدير دي ربما نتحدث عنها لما نيجي نتكلم بقى عن رجال الأعمال السوريين يعني العمال السوريين عرفنا ضرها في المجتمع الاقتصادي التركي لكن هناك طبقة من الشركات أنا عندي عدد الشركات السورية اللي موجودة على الأرض التركية حوالي 13,880 وفق آخر إحصاء صحيح شركة سورية موجودة على الأرض التركية ليه العدد كبير قوي كده طبعا عدد كبير من هذه الشركات السوريين بيعملوه علشان يشتروا عقار لأنه كان في عندهم مشكلة في التملك فبيعمل شركة ويتملك العقار باسم الشركة مش باسمه الشخصي علشان لأنه كان فيه التعامل بالمثل وأتصور أنه تم حل هذه المشكلة مؤخرا أنه الأتراك ممنوعون من التملك في سوريا فكان رد الحكومة التركية في وقت صابق قبل حكومة العدالة والتنمية أنها عملت السوريين بالمثل يعني النظام السوري منع الأتراك من التملك داخل سوريا فكان طبعا التعامل بالمثل أنه خلاص كمان السوريين مش هيتملكوا على الأرض التركية السوري التركية فهذا الأمر يعني خلاف بين نظامين أصلاً مش موجودين دلوقتي النظام السوري السابق حتى الأب يعني حافظ الأسد وليس بشار هذه المسألة كان بيتخطاها السوريين لما يحب يشتري شقة أنه بيعمل شركة وبيدفع ضرائب للدولة وكذا علشان يشتري شقة طيب هو لما كده عمل شركة علشان يشتري شقة مين الاستفاد؟ استفاد القطاع العقاري لأنه باع وحدة سكنية دي رقم واحد رقم اتنين يعني في عائدات بتتصرف وفي عمال بيخدموا هذا العقار والعمال دول في الغالب أتراك فهو بيساهم في دفع النشاط العقاري بيدفع ضرائب على الشركة اللي هو عملها ما لازم يدفع يفضل يدفع ضرائب يعني هو الشركة معمولة عشان يشتري شقة لكن الشركة بيدفع عليها ضرائب للدولة يبقى خزانة الدولة بتستفيد يبقى الشعب التركي بيستفيد يبقى الطبقات التي نسميها الأكثر احتياجاً من المتقاعدين الأتراك ومن المرضى وكبار السن اللي هم الدولة بتتدخل لخدمتهم من الضرائب اللي هي بتجمحها سواء في العلاج أو المعاشات أو كده بتيجي منين دي؟ بتيجي من الضرائب يبقى أنا لابد أنه أقدر كل من يدفع الضرائب فلازم المسألة ينظر لها نظرة اقتصادية وليس نظرة فيها حقد وحسد ونظرة فيها يعني طبقة من المعارضة يعني كل همها أنه العدلة والتنمية تقول يمين يجوا هم قايلين شمال العدلة والتنمية الرئيس الردغان يقول هنعمل أكبر مطار في العالم وعملوا المطار مالوش لازمة مطار اسطنبول طب مطار اسطنبول لسه معمول أول مبارح ومحقق 35 مليار دولار أمريكي أرباح للدولة ماشا والأجانب بيدخلوا في مطار اسطنبول ويمكن هذا ملاحظ من كل من يسافر ويذهب ويأتي من خلال المطار الجديد يرى الفرنسي والإنجليزي والروسي والأمريكي والكندي يقفون في مطار اسطنبول ويلتقطون الصور التذكارية حاجة وهمية حاجة جميلة الناس بتتصور كأنها وقفة تتصور تحت الهرم أو تحت أثر أو تحت بورج إيفل يعني حاجة ادت قيمة للإقتصاد التركي وادت قيمة معنوية للشعب التركي عملها الرئيس إردوغان ربنا يديله الصحة والعافية ويطول في عمره المعارضة بتقول إيه على أو قالت إيه على المطار مش عايزين المطار طب هو المطار بيكسب وعامل شغل عالي طيب القناة اسطنبول برضو بيعرضوها العدالة والتنمية تقول إحنا عايزين السوريين يبقوا موجودين ولازم نقف معاهم ومعرفش إيه والكلام ده يقوم المعارضة تقول إحنا عايزين نطردهم أصلهم واخدين الوظائف من أبنائهم واخدين أي وظائف التي أخدوها من أبنائكم الأمر يعني في لبس طيب في لبس سؤال هنا عن آخر الإحصايات التي كشفت بأن حجم الاستثمارات بالنسبة لرجال أعمال السوريين والسوريين عموما داخل أراضيات تركية بمبلغ عشرة مليارات دولار مبلغ كبير جدا بماذا تعلق على هذا الرقم طيب هو الرقم ده طبعا هيبقى داخل فيه يعني عدة قطعات لكن إحنا ننظر له بشكل عام ربما على فكرة يكون أكبر من هذا الرقم لكن الجزء الإنتاجي منه قد إيه واللي بيخدم الحركة الصناعية يعني ما فيش الحقيقة إحصائيات وافية في هذا الباب الجزء من 13,880 شركة اللي معمولة اللي هي حطة العشرة مليار حطهم في إيه بالضبط إيه اللي محطوط في الزراعة إيه اللي محطوط في الصناعة إيه اللي محطوط في عقارات في الآخر أيا كان محطوط في أنهي قطاع هو بيخدم الاقتصاد التركي الكلي بيخدم الاقتصاد الكلي العشرة مليار دولار أمريكي بيدفع عنهم ضريبة بشكل متواصل للدولة العشرة مليار دولار بتوظف يعني بتوفر وظائف فوق الحد الأدنى للأجور لموظفين أتراك العشرة مليار دولار السورية الموضوعة على الأرض التركية بتدفع الاقتصاد التركي إلى الأمام نعم أما أننا نتكلم عن أنه السوريين واخدينه للوظائف بس عايز أرجع للنقطة دية يعني يعني عايز أقول أنه عدد السكان في تركيا أقل من 84 مليون مواطن تركي منهم نسبة العمالة منهم أقل من 47% 46% يعني نسبة العمالة اللي موجودة حوالي 39 مليون أقل من 39 حاجة بسيطة 39 مليون نعم 46% بيشتغلوا طيب الثلاثة وستة من عشرة مليون سوري كم في المية منهم بيشتغل هنا نأتي بقى لنقطة تانية هيكل الأسرة السورية شكله إيه؟ وهيكل الأسرة التركية شكله إيه؟ هيكل الأسرة السورية اللي فيه الأب والأم وكثير من الأطفال وواحد بس بيشتغل بيعول كل دول نسبة العمالة أقل من 22% يعني في حدود 20% إنما نسبة العمالة في الأسرة التركية حوالي 47% نرى الفرق هنا النسبة تقريبا الضعف يعني نسبة من يعملون في الأسرة من الأسرة التركية ضعف نسبة العاملين من الأسرة السورية ده رقم واحد وبناء عليه لما أجي أقول إن العمالة السورية 750 السوريين بيمثلوا تقريبا 44 من 10% من السكان أقل من نصف في المية من السكان 44 من 10 طيب العمالة بقى السورية بتمثل كام من العمالة التركية المفروض إنها برضو تمثل 44 ما هو نسبة السكان 44 يبقى نسبة العمالة برضو يفترض إنها لما ما يبقاش حد واخد حاجة من حد يبقى هي 44 من السكان اللي هي أقل من نصف في المية من السكان واخدين نصف في المية برضو من الوظائف المتوفرة في السوق نعم لكن الواقع إنهم مش واخدين النصف في المية اللي بيماثل عددهم الفعلي على الأرض التركية واخدين فقط 1.9 من 10 من 10 في المية يعني أقل من 2 من 10 في المية يعني واخدين حوالي 40 في المية من النسبة اللي المفروض ياخدوها يبقى هنا الأرقام أصدق الأقوال تيجي تقولي العدد ده لو هما نسبتهم للسكان أقل من نصف في المية بينما عدد العمال السوريين في القطاع في العمالة اللي موجودة في السوق مثلا 3 أو 4 في المية يبقى كده واخدين 10 في المية واخدين 10 أضعاف النسبة اللي المفروض ياخدوها يبقى كده أيوة يبقى في الحالة دي يحق للمعارضة أنها تقول دولوا اخدين وظايف من أولادنا ده احنا بنتكلم عن نسبة وتناسب وعن أرقام لكن هما نسبتهم من نسبة السكان 44 من 10 في المية 44 من 10 في المية يعني أقل من نصف في المية من عدد السكان بينما عدد العمالة التركية 1.9 من 10 في المية يعني أقل من 2 من 10 يعني أقل من نصف ما يستحقون من وظائف وفقا لعدد السكان في نقطة أخطر من كده أنه أكثر من 95 في المية من الـ 2 من 10 دي بيشتغلوا تحت بير السل بدون ضمان اجتماعي يعني دول داخلين في النسبة تم احتسابه أيوة أيوة يعني النسبة الضئيلة دي اللي هما واخدين أقل من 40 في المية مما يستحقون كمان الـ 40 في المية دي بتاعتهم 95 في المية منهم لأن 750 ألف منهم 35 ألف فقط ليهم أذون عمل والباخل كله بيشتغل تحت بير السلم بمعنى أنه بيأخذ أقل من الحد الأدنى من الأجور هل العامل التركي يمكن أن يأخذ أقل من الحد الأدنى؟ هو حق أنه يأخذ الحد الأدنى للأجور نعم أنا مش بكلم براجع عن حقوق السوريين المهضر أنا بتكلم عن ردا على المعارضة نعم السوريون مبسوطين وبيحمدوا ربنا على الوضع الحاصل ده رغم الظلم الواقع عليه يعني السوريون يأخذون أقل من ربع ما يتقضى يعني النجار مثلا التركي مثلا كمهني بيأخذ ما يوازي تقريبا ألف دولار يعني ما يوازي تقريبا 12-13 ألف ليرة النجار التركي النجار السوري اللي هو بيشتغل نفس الشغل بتاع التركي وبدون ضمان ولا بيدفع عليه تأمينات ولا له الحق أنه يتعالج على وكذا بيأخذ ربع هذا الرقم وأقل من الحد الأدنى يبقى احنا بنتكلم عن فرص وظيفية وبيشتغل ساعة عمل أكثر فزي ما قلت لحضرتك العمالة السورية إذا انتزعت من جسد الاقتصاد التركي ستؤثر تأثيرا مباشرا على المزارع على المصانع سيتأثر الاقتصاد التركي بالسلب لن يجد من يغطي الوظائف التي لا يتقدم لها الأتراك طيب هناك رقم هام أيضا تم الإعلان عنه من أن تلك الشركات السورية قد وفرت نصف مليون فرص اتعامل كيف ترى هذا رقم أيضا؟ هنا بنتكلم عن ما يسمى في علم منهاج النبوة المؤخاة هنا المؤخاة متحققة بمعنى أن الأتراك وفروا وظائف للسوريين حتى وإن كان هذه الوظائف بأقل من الحد الأدنى ولكن هم مشيين حالهم وبيقدروا الدنيا هيتمشي وحمدين ربنا وبيقول الحمد لله ما بيقعش علينا هنا في تركيا براميل متفجر فالحمد لله نحن في أمان والحمد لله على رزقه إحنا رزقنا لحد كده وهناك يعني جهات حقوقية وبعض الأصوات من داخل حزب العدالة والتنمية تسعى إلى تحسين أوضاع العمالة السورية كذلك الرجال الأعمال السوريين اللي هم عاملين شركات وفقا للقانون بعد الفترة الأولانية خلاص كان لازم بقى أنه يوفر على الأقل خمس موظفين أتراك في المكان اللي هو بيشتغل فيه فوظفوا العديد من الموظفين الأتراك فأصبح هذا التلاحم وهذه المؤاخاة التي بتجب وجوباً على الأتراك وتجب وجوباً على رجال الأعمال السوريين وتجب وجوباً على المهاجرين الذين يمتلكون الشركات ويمتلكون القدرة على التوظيف أنها تحصل يحصل شيء من المؤاخاة ما يحصلش الفتن اللي بتحصل دي ويسخنوا الشباب زي ما حصل في أسينيورت من يوم إلى يومين وراحوا كسروا النحلات بتاعة السوريين مين اللي بيبقى ورا الحاجات دي الأعضاء الأحزاب المعارضة اللي الحقيقة بينفخوا في النار والحقيقة أنه هم بيعملوا مشاكل في المجتمع التركي وبيعرضوا السلام والأمن القومي التركي للخطر للأساب الشديد لكن الجميل أن حضرتك بتشير إلى أنه على اقتصاد التركي قادم وبقوة وفقاً حتى لتنبؤات اقتصادية من قبل خبراء عالميين في العديد من الصحف الاقتصادية العالمية والتي تنبأت وتوقعت لتركيا بمستقبل باهر في القريب العاجل بإذن الرحمن ماذا تقول عن هذا الأمر وعن البشريات التي يسوقها رئيس أردوغان لشعبه ما شاء الله لقوة إلا بالله يا رب بارك يعني الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أي مسلم بيفرح أنه أي بلد مسلمة تتقدم إلى الأمان نحن فرحون أن اندونيسيا يتوقع أن تصل إلى المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة يعني هي هتبقى بعد الولايات المتحدة وقبل ألمانيا وقبل إنجلترا وقبل هولندا وقبل كل الاتحاد الأوروبي كل يعني حضرك بتقول الصين الصين رقم واحد أمريكا الهند الولايات المتحدة اندونيسيا في المرتبة الرابعة والمرتبة الخامسة تركيا لما نيجي بقى نلاحظ ده بإذن الله في 2030 في 2030 دي التوقعات اللي هتحصل أقوى خمس اقتصاديات في العالم شكرا مش بقى العشرة ده هو دلوقتي الرئيس إردوغان بيقول اصبروا علي 20-23 هنبقى العاشر الرئيس إردوغان من الرؤساء القلائل في العالم حتى ترامب قال هذا الكلام يعني ترامب المجنون ده يعني برضو يعني رغم أنه هو لكن يجي عند إردوغان ويقول لا هذا الرجل صادق وجميع رؤساء العالم يعلمون أن إردوغان ينفذ ما يقول ولا يتراجع في كلمته يمكن كلنا متابعين زي الدول المحيطة بتركيا بتثق في تركيا أكثر من ثقتها بالاتحاد الأوروبي بتثق في القيادة السياسية التركية أكثر من ثقتها في الاتحاد الأوروبي الشعب التركي يثق في إردوغان بغض النظر عن توجهاته السياسية هناك نحو 52% من الشعب التركي يعطون أصواتهم للرئيس إردوغان في الانتخابات بينما الكتلة الانتخابية التي تمتلكها العدالة والتنمية نحو من 30-33% فقط طب والفرق ده العشرين في المئة الفرق دول مين دول مش إسلاميين بالمناسبة يعني العشرين في المئة دول هتلاقي منهم أنا أنا يعني الحقيقة لي مقولة أنه أنا أتوقع أنه كمال الذي دائما يناديه هكذا الرئيس إردوغان رئيس الحزب الشعب الجمهوري إذا كان رجلا وطنيا وأنا يعني أظن أنه لديه شيء من يعني لسه المفروض فيه يعني رجل تركي فهييجي في الانتخابات الرئيسية وهيدي صوته للرئيس إردوغان يعني مش للدرجاتي لكن لا لا للدرجاتي لأن هناك إجماع بل صدق أن إردوغان الرئيس رجب طيب إردوغان هو الوحيد القادر على الوقوف أمام الهجمة الشرسة الصهيونية الصليبية على تركيا لإيقاف تقدمها إلى الأمام الأتراك يتوقون إلى العودة إلى القوة التي كانت عليها الدولة العثمانية تركيا يا جماعة بنتكلم عن دولة عظمة تركيا إسطنبول عاصمة العالم تركيا مركز العالم لستة قرون ماضية أو سبعة قرون ماضية ما حدث في الفترة السابقة من يعني بعد الهزيمة في الحرب العالمية الثانية فترة وعدت خلاص ومعدتش راجعة يعني إحنا اليام اللي جاية هي أيام المسلمين هي أيام الأتراك وأظن أن الأتراك والشعب التركي المسلم له دور كبير جدا في نهضة الأمة واستيقظها من غفوتها بإذن الله يعني حضرتك ترى بأن تركيا بن قسين العثمانية قادمة وبقوة مرة أخرى؟ لا أتحدث عن تركيا العثمانية ولكن أنا أتحدث عن تركيا تلك الدولة التي قادت العالم الإسلامي يعني أنا مش عايز أقول أن الخلافة العثمانية ستعود الخلافة لن تعود وفق علم منهاج النبوة إلا في آخر الزمان مع الإمام المهدي فما فيش خلافة قبل كده فلذلك اللي بيقول أصل تنظيم الدولة أصل ده اللي على رأسه ده خليفة وهنا هيبقى خليفة ولا ما فيش خليفة ما فيش خليفة إلا لما ييجي الإمام المهدي ولكن هناك مقدمات لإيقاظ الأمة لاستقبال العالم الجديد الذي سيسود فيه الإسلام العالم وسيدخل كل بيت لابد من مقدمات لابد أن تنهض الأمة الإسلامية لابد أن تتحرك الشعوب الإسلامية إلى الأمام الشعب التركي الشعب الأفغاني الشعوب التركية في المجلس الدول التركية أنا أتصور أن لهم دور في غاية الخطورة والأهمية في النهضة الإسلامية القادمة للأسف الشديد دور دور الشعوب العربية متأخر في المرحلة القادمة وفق تقديري لا أعتقد أنه الشعوب العربية سيكون لها دور كبير للأسف الشديد لأنه بيتم شدها للوراء إذا تم إيقاظها فالمسألة هتأخذ وقت عشان الناس دي تستيقظ ولكن هناك شعوب يقظة فعلا من الأعاجم من أول تركية لحد أفغانستان عدوهم بقى وانت ماشي بقى باكستان طيب وعمران خان وعمران خان نعم نعم كل هذه الدور دورا كبيرا بإذن الرحمن في الفترة المقبلة بالنهوض بالأمة الإسلامية كل هؤلاء سيكون لهم دور سواء سنغافورة سواء باكستان أفغانستان تجاكستان ماليزيا تركيا ودول المجلس التركي كل هؤلاء سيساهمون في نهضة الأمة وعلى رأس هؤلاء الشعب التركي المسلم بعنلا وبناء عليه الطفرة الاقتصادية القادمة تحتاج للعمال السورية وتحتاج إلى المزيد من المهاجرين مش بس الموضوع أنه احنا محتاجين مهاجرين من كل الدول العربية ومن كل الدول الإسلامية يدخلوا في جسد الاقتصاد التركي لأنه احنا دخلين على طفرات يمكن لاحظنا في 2020 و2021 الأرقام الاقتصادية للاقتصاد التركي غير عادية يعني فيه ارتفاعات في الصادرات أحيانا بنسبة 50% نعم أنت بتتكلم يعني عشان تزود يعني مثلا الصادرات مثلا اقتربت من 2 مليار بتاعت الجلود مثلا والأحذية والكلام ده عشان أوصل للأرقام دي لازم من مهنيين يقوبوا بالقصة دي صحيح دلوقتي الدولة التركية بتعمل الموضوع بتاع المليون طالب في المدارس المهنية أيضا ما علش الكلام في الاقتصاد بيجيب بعضه فالجمعية التركية لأصحاب المطاعم فيها 2 مليون كان بيشتغلوا في مجال المطاعم في تركيا نص مليون منهم بسبب كورونا خرجوا من العمالة في المطاعم لأن حصل إغلاقات وكذا في فترة نعم النص مليون ده لما جينا بقى خلاص هم دلوقتي طعاموا أكثر من 90% من الشعب تقريبا أو قاربوا على ذلك فالسياحة بدأت تتحرك والسوق تفتح فالمطاعم عايزة تتحرك وتشتغل فيه 150 ألف مطعم ومقهى بيخدموا الحركة السياحية في تركيا طب عايزين نعوض النص مليون دول النص مليون دول خرجوا بالكامل تقريبا كلهم اشتغلوا في توصيل الطلبات وده طبعا بسبب الطفرة اللي حصلت في التجارة الإلكترونية في فترة الحظر وفترة كورونا يعني ربا ضارت النفاع يعني حصل حظر لكن التجارة الإلكترونية التركية تضعفت عدة مرات وده طبعا تسبب مثلا في أنه انتقل نص مليون من قطاع المطاعم إلى العمل في توصيل الطلبات طب احنا عايزين يعني المليون ونص يوصلوا اثنين ويوصلوا اثنين ونص مليون علشان الطفرة الصيحية القادمة اللي احنا بنطمح الآن لخمسين مليون سائح فيه تسعة وعشرين مليون قولنا السنة اللي فاتت الدولة التركية والجمعية ووزارة الاتجارة اتفقوا أنهم يعملوا مدارس لتعليم الأتراك يعني فنون الطهي وفنون المطبخ وفنون الضيافة وفنون التعامل مع السائحين وكذا علشان يدخلوا منهم ويستعيدوا على الفرق اللي طلع زائد أنهم في تفكير في رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في المطاعم والمقاهي ده طبعا هيحصل هيعمل طفرة جيدة عايز أقول أن الشغل موجود الوظائف موجودة توليد وتخليق الوظائف في المجتمع الاقتصادي التركي موجود القول بأن هناك وظائف سرقت من الأتراك هذا خبل هذا خبل دكتور علاء أيضا من الواضح بأن هناك دور عربي داعم للدولة التركية في هذه المرحلة معنا أننا شهادنا الليرة التركية تعرضت للتراجع بشكل كبير في الفترة الماضية ثم بعد ذلك شهادنا وقوف الدول العربية بجانب الدولة التركية نتحدث عن أمير قطر نتحدث عن الشيخ محمد بن زايد ولي عهد إمارة أبو ظبي نتحدث أيضا عن استثمارات سعودية كبيرة تتواجد في الأراضي التركية كيف ترى هذا الأمر؟ أنا شايف أنه الرجوع للحق فضيلة وأنه كان والدي رحمة الله عليه رحمة الله عليه كان دايما يقول لي يا ابني لا يصح إلا الصحيح فالأتراك شريك مؤتمن وشريك زي ما بيقول الأمريكان وين وين يعني لما بيتعامل مع حد بيدور على مكسبه ومكسب الحد أو الشريك اللي معاه هذا التصور اقتنعت به قيادات الدول العربية جمعها يمكن بدأت ليبيا في هذا القيادة العراقية تبعتها القيادة التونسية في وقت ما القيادة الجزائرية النهاردة الخلافات اللي كانت حصلة ما بين تركيا وما بين مصر والإمارات والسعودية بدأت تخمض نيرانها وبدأنا نرى تعاون اقتصادي وتعاون يعني في المرحلة القادمة يعني احنا دلوقتي شفنا الولي عهد أبو ظبي كان في زيارة هنا وزي الاتفاقيات الاقتصادية اللي اتعملت وضخ الأموال زي ما تفضلت من السوق السعودي ومن رجال الأعمال السعوديين زيارة الرئيس اردوغان المرتقبة في فبراير بناء على تلبية لدعوة الملك سلمان ومقابلته ان شاء الله لولي العهد السعودي انا اتصور ان المشاكل التي بين السعودية وتركيا التي ربما افتعلها او ربما يعني تدخل يعني بعض حصلت شيء من الفتن فيها سوف يتم اخمدها بهذه الزيارة وسوف نرى في فبراير علاقة اشد ما يكون من القوة ما بين النظام السعودي والنظام التركي وبين الدولة السعودية والدولة التركية تتلائم وتتماشى مع الحب واواصر الاخوة الاسلامية التي بين الشعب العربي في الخليج وبين الاترك المحبة بين الشعب السعودي والشعب التركي سوف يترجمها الملك السعودي والرئيس التركي في فبراير القادم في الرياض الى اتفاقيات سوف تخدم الاقتصاد السعودي وسوف تخدم ايضا الاقتصاد التركي وسوف تنهي مشاكل ما كانش ليها لازمة وخلينا بقى ما نبصش الورى وننظر الى الامام لان الامام زي ما قلت لحضرتك هو للدول الاسلامية وقيادة تركية للعالم الاسلامي ما اصبحش بحل خلاف من احد الجميع سلم بان الاطراق هم الاقدر على مواجهة التحديات التي تواجه الامة الاسلامية الجزائر ايضا دولة قوية وشهدنا اتفاقيات اقتصادية كبيرة توقع مع تركيا ويبدو بان العلاقات الجزائرية التركية الان تتجه ناحية القوة وان هناك يعني توترات كبيرة بين الجزائر وفرنسا وان الجزائر تستبدل فرنسا بتركيا كيف ترى هذا الامر؟ كل الفتن التي زرعتها فرنسا وكل النيران التي اوقدتها فرنسا ستطفئها تركيا سواء في افريقيا سواء في الجزائر سواء حتى في تونس الان سواء في ليبيا سواء في اليونان وفي اوكرانيا وهنا وهناك وعلى كل الاصعضة وحتى الفتنة الفرنسية ما بين مصر وتركيا هذه شاركة شاركت فيها القيادة الفرنسية يعني سوف تتراجع وتطفئ هذه الفتنة بفضل حكمة الرئيس اردوغان وبفضل رغبة الشعبين المصري والتركي والشعوب الجزائرية والتونسية والسعودية والاماراتية في ان تكون يعني اداة او يعني تتعاون جميعها لنهضة الامة الاسلامية من جديد نعم يعني منويل ماكرون يهاجم رئيس اردوغان ويقول بأنه يتسبب في انتشار الاسلام بأوروبا تصريح فج وبجح بن قسين كيف ترى الاسلام انتشاره مش بييد الرئيس اردوغان الاسلام دين السلام ودين الحب ودين دين تعمير الارض وقلسيحه في الارض ويعني شعوبا وقبائل لتعارفه التعارف والتلاقي والعمل المشترك والاقتصاد يعني المفتوح هذا ما يدعو اليه الاسلام الاسلام يفتح القلوب لأنه دين الله والقرآن يفتح القلوب لأنه كلام الله الامر لا دخل فيه لا لارض ولا يمكن ان يتوقف بناء على قرارات سيادية ولا يمكن ان يتوقف بناء على فتن صهيونية او صليب طيخ دقيقة واحدة ماذا تودى ان تقول للشعب التركي ولشعوب العالم العربي ولكل شعوب الامة الاسلامية الحقيقة انا احب ان انوه ان منهاج النبوة الاحق بالاتباع نعم منهاج النبوة امر المسلمين بالاخوة في الله امر المسلمين بالحب في الله امر المسلمين بالمؤاخاة امر الانصار في كل اراضي المهجر باستقبال وحسن استقبال المهاجرين اليهم امر بالعمل المشترك امر بالمساواة بين العربي والاعجمي وانه لا فضل على عربيين على عجمين الا بالتقوى ادعو الشعوب الاسلامية جميعا سواء الشعب التركي او الشعوب العربية او الشعوب الاسلامية الاخرى الاعجمية ان تتعاضض وان تضع الاخوة في الله والحب في الله هي الاساس وان يعني خدمة الامة والوحدة الاممية هي التي يمكن ان تنقذ العالم الاسلامي وتنقذ العالم كله مما يحاك له من مؤامرات بإذن الرحمن بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور علاء السيد على كل تلك الاضحات الرائعة التي اوضحتها لنا الله يبارك شكرا جزيلا كما اشكركم ايضا متابعين الكرام دمتم في حفظ الله ورعايته الى اللقاء اشتركوا في القناة